اشتباكات وقعت بين قوات الامن التايلندية ومتظاهرين غاضبين اقتحموا ملعبا في العاصمة بانكوك لمنع تسجيل طلبات الترشيح للانتخابات المقررة في شباط فبراير المقبل المتظاهرون كانوا قد قطعوا الطرق المؤدية الى ملعب بانكوك حيث اقيمت مكاتب تسجيل الترشيحات المعارضة بدورها كانت قد اعلنت مقاطعتها للانتخابات حيث اشارت الى انها تطالب باستبدال الحكومة بمجلس شعبي غير منتخب لثمانية عشر شهرا قبل اجراء انتخابات جديدة وكانت قد بدأت الحركة الاحتجاجية منذ اول شهر كانون الاول ديسمبر حيث قتل خمسة اشخاص واصيب اكثر من مئتين في اعمال عنف وقعت بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها هذا ويرفض الجيش التدخل في هذه الازمة الراهنة علما بانه طرف اساسي في هذه الملكية الدستورية التي شهدت عدة محاولات انقلابية